فالنادي الأهلي والمختصين وإدارة التعاقدات في النادي الأهلي بتعمل ايه؟ بتروح تدور على رقم واحد ده اللي هم عرضينه ويشوفه هيقدروا يجيبوه بكم برقم يتناسب مع النادي الأهلي ده السيستم اللي بيمشي بين نادي الأهلي سيستم اللي بيمشي بين نادي الأهلي ما بيروحش المرسيل كولر يقول له أنا جايب لك إمام عشور عشان أكيد جمهور الزمالك وأكيد نادي الزمالك هذا الكلام غير حقيقي بجد والله العظيم تلاتة هذا الكلام لا ينظر ليه داخل النادي الأهلي النادي الأهلي ينظر لاحتياجاته الفنية فقط يعني أنا بقول لحضراتكم معلومة لو كان حمد فتحي مامشيش ما كانش إمام عشور حييجي مثلا فالله أنا بقول لحضرتك اوعى تخلي حد من بعض من لا يشجع النادي الأهلي ياخدك لهذا التفكير القليل التفكير اللي فعلا إحنا لا ننظر ليه وبعدين هو أنا اشتريت النادي الأهلي اشترى أمام عشور من اين اشترى أمام عشور من نادي اسمه متلاند الدنماركي هل كان هناك اتفاق ما بين المهندس عدل القيعي زي ما بيتقال يعني مهندس عدل القيعي وأمير توفيق ونادي متلاند الدنماركي قعدوا مع بعض وقالوا لهم والنبي مش عارف ايه يا جماعة هذا كلام غير حقيقي عندما تم عرض الأمر على الجميع في موضوع امام عشور المدير فني قال له أنا عايزه لعيب كواس جدا وبيني وبينكو فنيا امام عشور لعيب كواس جدا جدا هو ده الموضوع هذه هي طريقة التعاقد وليس طريقة الكاد احنا مش نادي بينظر انا اكيد النادي اللي قدامي ازاي عارفين ليه اولا لانه انا عندي فرقة عايز اخليها اقوى فرقة في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي لو اقدر كله طبعا بتمنه وانا في النادي الاهلي لوحد انا اعلم تماما انه مثل هذه الامور لا ينظر لها من فوق الا من تحت لعيب كويس اشتريته اتعرض بالمبلغ كويس يتناسب مع المبلغ اللي انا اقدر ادفعه طريقة الدفع تتناسب مع معايا كنادي اهلي فبالتالي اشتريته امام او غير امام امام او غير امام الجانب الاخر بياخدوا الامور يوديها في سكة انه اماماتلا 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 ا لانا فهمه ان ما فيش نادي في مصر او في العالم يقف على لاعد هتقول لي اصل ده معناه ان في حد حيمشي من النادي الاهلي والله العظيم ابدا ما في حد حيمشي لانه عندما تكون قاعد في قصر وكل حاجة مجابة ليك وكل حاجة معمولالك وكل حاجة حلوة ليك هل تقدر تسيب القصر ده وتروح تقعد في شقة 100 متر او يمكن اقل من 100 متر كمان اعتقد صعب فبالتالي انا اللي بتكلمه ده بتكلمه ليه لانه الحقيقة اللي انا شفته والكلام اللي انا بسمعه من بعد ما لا يشجع نادي الاهلي يخليني اعود ده اتحك يخليني اعود اقول هجابها هو فيه ناس بتصدق الكلام ده بجد ولا العظيم هو فيه ناس بتصدق الكلام ده الكلام اللي بيتقال في منصات كثيرة هو كلام الغرض منه فقط شيء واحد هو ان انا زي ما قلتلكم بارح اللي تابع حلقة بارح في البيت الكبير الحلقة كانت بدايتها سؤال كيف تصبح بطل ده رقم واحد السؤال التاني ازاي تعمل ترند او تركب الترند تعمله وتركبه فازاي تعمل الترند معروفة وازاي تاخد الترند وتبدل تطلع به برضو معروفة ازاي تتعمل فا وكيف تكون بطل معروفة برضو تجيب الناس تقعدهم قدامك وهزوا رأسهم وانت تقول اي كلام في اي بطاطس في اي حاجة والناس كلها تقعد تهز رأسهم مظبوط صحيح الله ينور الفلان الله ينور عليك ده هايل ده جامد جدا كل حاجة حلوة كل حاجة جميلة الدنيا تضرب تقلب الدنيا تضرب تقلب وكل حاجة فيها بيزة وكل حاجة وحشة وكل حاجة فيها مشاكل وانا طالع اقول الله على الجمال الله على الحلاوة الله على كل حاجة حلوة فهو ده كيفية صناعة البطل من خلال 4-5 قاعدين يعودوا يعملون لك كده